صدمة جديدة إلى العالم إذ استبعدت في لقاءة تلفزيونية مطلع العام الجهري أن تستمر المنافسة بين ترامب وبايدن ورجحت أن من سيحكم أمريكا ستكون امرأة ليلة حددت إسمين بارزين بشكل مباشر حول من ستكون الرئيسة الأمريكية القادمة الأولى كمالة هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وثانية ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما معكدة أن إحدى السيدتين ستحكم الولايات المتحدة الأمريكية توقعات تضاف إلى مسيرة توقعات عبداللطيفة التي تحقق كثير منها في أحداث جرت حول العالم فهل ستتحقق سيما أن هاريس حظيت باختيار بايدن بدينا لها في سباق الترشح كما أن منصب الرئيسة الأمريكية مثير للأهمية حول العالم من حيث شخصية الرئيس الفائز لما يمكن التكهن بأجنداته الدولية وهو الأمر الذي يرى كثيرون أنه سيكون من الصعب صبر أغوار ترامب في حال فوزه ترجمة نانسي قنقر